يا مساء الورد والفلي والياسمين على عيونكم الحلوين وحشتوني جدا جدا بالفيديو اللي فات للفيديو ده كل سنة وانتوا طيبين بتأنا مع بعض نواعي من العيد واول حاجة زي ما انتم متعاودين معايا بعملها هي الكحك لاني الاقرب لقلبي والاحب لقلبي من كتر ما كل اللي بيأكلوا منه بيعجبهم ويقولوا عليه الطحفة جدا مفيش حد دقوا عندي واختلف علي طارقته سهلة جدا وبسيطة لايك للفيديو يلا نشوف طريقتنا ومقوناتنا وطريقة التحصير اول حاجة جبتي بولا حطيت فيها معلقة كبيرة مليانة من الخميرة ومعلقتين من السكر وحطيت عليهم كباية كبيرة متافية من الحليب تمام كده هو اللي بي كويس جدا لغات من التأكد ان الخميرة بتاعتك مفيش اقيتها كالتولات دي اهم حاجة طيب احنا ليه بنحط الحليب بتاعنا هنا يهيب عشان نتأكد ان الخميرة بتاعتك كويسة ومتفاعلة تمام بسي هقولك معلومة بقى بما اننا منشينا خطوة خطوة هقولك كل معلومة خاصة بالخطوة دي خطوة الحليب لغات ننخل دي هقولك على خطوة الحليب لو عاوز الكحك بتاعك دايب شوية حط على كل كيلو دقيق نصف كباية من الحليب الدافئ لو عاوزي مسك نفسه شوية مش دايب حط كباية لربع من الحليب احنا كده قلنا الجزء الخاص بالحليب بص الخميرة خمرته عاملة ازاي لكن لو حطيت الخميرة جوه المكونات الجفة هبصة لايه ممكن تكون الخميرة بتاعتي مش نشطة فالدنيا كلها ببوز معي عشان كده اختبرتها في حتة خارجية او في بولا خارجية كل كيلو دقي بياخد تلات معالي من السمسم وتلات معالي من لبن البودر بصوا انا حط هنا اتنين كيلو من اللا دقيق يعني انا عاملة اتنين كيلو من دي هشان كده عاملة كوباية حليب كاملة وعملة المقدار اتنين وهنا معلقة ممسوحة من البيكنج بودر وهنا نص معلقة صغيرة ممسوحة من ريحة الكحك او من المحلب وانا بحب المحلب اكتر من ريحة الكحك وهنا زرة الملح بتاعتي قلبت المكونات الجفة دي كلها في بعضها كويس جدا وجبت المزان بتاعي وهبتدي ان انا اوزن على كل ك كيلو دقيق نص كيلو سمنة طيب هقول المكونات الثاني وأنا باوزن السمنة هنا أهم حاجة بس صف السمنة كويس من المرتب علشان خاطر إيه يعني طعمه ما يغيرش أنا عاوزته بقى رايقة كده وصفية طيب كيلو دقيق عليه ثلاث معلق سمسم عليه ثلاث معلق لبن بودرة عليه نص معلقة بكينج بودر ممسوحة وعليه زرة الملح وعليه محلب ربع معلقة محلب أنا حتى نص لأنا عملة 2 كيلو وكل كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنة كده أنا قطلك كل المقادير بالضبط وإن شاء الله اكتبه لكم في أول تعليق وهسبتها لكم ده بالنسبة للحلقة دي نازل على القناة لكن على صبحات الشخصية بردك هكتبه لكم في أول تعليق أول ما تنزل الحلقة هحطها لكم في تعليق عشان تاخدوا بيها سكرلا وحبين نزلت بقى كده بالسمنة بتاعتي عاوزة تعملي السمنة سخنة عاوزة تعمليها على البارد برحتك جدا أنا بالنسبة للكحك ما بيعودش فمش محتاجة أن أعمله على السخن ابتديت إن أنا أقلبه كويس جدا انت بقى لو ما عنديكيش عجان بتعملي إيه بتعودي كده وتحطي مفرش حلو زيك يا أمرايا وتبتدي تبس العجان ما بين إيديك اللي جاتنا تشرب السمنة بتاعتي الكلام ابتديت إن أنا أنزل زي ما إحنا شايفين كده هوت بالخميرة بتاعتي وانزل بكل المقونات الموجودة في البل لإن كلها من مقوناتي ابتديت إن أنا أضربها وفصلت الكاميرا طبعا وضربت برحتي وتعال أوريكم القوم بتختبرها إزاي بتكواريها وتضغط عليها لو لقيتها شائب بتبقى محتاجة سمنة تاني معيكي طيب لو لقيتها صايحة قوي بتبقى محتاجة معي دقيق فيه دقيق بيوترد السويل وفيه دقيق بيمتص السويل بتاعتي طيب ده القلب بتاعي اللي أنا باستخدمه دي رسمة اللي أنا باستخدمها اللي قالت ده أنا كنت وقدة من والدتي ربناي خلالي يا رب وديها الصحة والعم أنا غطيت الوش بتاع العجينة بتاعي عشان ما ينشافش مني وبتاعت إن أنا أشتغل فيها على طول أنا مش بخمر الكحك يا جميعا لو خمرت الكحك هيفرش معيك لأن فيه بيكينج بودر وفيه خميرة فخلي بالك من الخطوة دي الكحك ما بيخمرش الكحك لو هتخمريه بسي بيه نصف ساعة ولا ساعة بعد ما تشكليه جوه الصوج غير كده ما بيبقاش بيتخمر العجينة خلاصية تشتغلي فيها على طول زي ما احنا شايفين ده كحك السيدة هاعمل تلاتة اربعة سيدة وبعد كده رح تقولت لأ أنا كنت نوعي إن أنا أعمل سيدة فتكرت إنها عندي في الفريزر ملبن فطلعت الحتة اللي انت وشوفها دلوقتي دي وبعد كده رحت مغيرها هدومي ونازلة مشترية ملبن يعني كملت ملبن لإني أنا بحب الكحك بملبن اكتبوا ليه في كومنتات أنت بتحب الكحك السيدة ولا بملبن زيه ابتدت إن أنا أروسه كده جنب بعضيه لإني عارفة ويعني الحمد لله الحمد لله إن العجينة بتاعتي مظبوطة من الملمس بتاعها فعشان كده أنا حطاهم جنب بعضيهم وضمنا إنهم مش هيفرشوا لو أنت الآن اختبر واحدة في طبق ألمونيوم زي ما بنعمل في الغريبة أو البسيفور ودخليها الفرن تشوفي هتفرش ولا مش هتفرش لكن أنا الحمد لله عشان إيدي فيها على طول بعمله كتير خلاص اتعودت عن ملمس بتاعه فعارفة إيه اللي بيفرش وإيه اللي محتاج إيه والمقادير مظبوطة ولا جبت الملبن بتاعي وابتدت إن أنا أحط فيه شوية من السمنة نفسي نوع السمنة اللي مستخدميها أشتغلي فيه عاوضة في المرحلة دي تحطي شوية سمسم براحت جداً بس أنا مستكفية بالسمسم اللي جوه العجينة بتاعت الكحكية بتاعتي السمسم على حسب حبك للسمسم بتحب الكحك في السمسم كتير بدل ما تحط 3 عالي على كيلو دي من السمسم في بداية الحلقة لما كنا بنحط حطي أربعة حطي خمسة شوف إنتي بتحب إيه بس أنا شايفة إن كل حاجة اللي اعتدال فيها كويس فأنا شايفة إن دي المقادير المظبوطة جداً 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 لكل حاجة بصوا بقى ابتدت إن أنا أقوّر هنا بعد ما دعاقت السمنة مع الملبن بتاعي دعاقتهم كويس جداً فكوا معي بمنتهى السهولة وابتدت إن أنا أقوّرهم كبير متوسطة هعمل بقى كل الكمية دي الكمية اللي قيتها عندي في الفريزر فعشان كده البست ونزلت جبت كيلو ثاني ملبن بصوا هنا بعمل حفرك دوت ولم العجينة بتاعتي بصوا بوريكم العجينة شكلها عامل إزاي الميزة بقى هنا في القلب بتاع الكحك إن أنت بتشكلي كل مقاس واحد ليه القلب نفسه هو اللي بيحكمك أنا مش بحب البصمة ومش بحب خالص 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 إسمه منقش تقريباً مش بعرف أمسكه يعني أنا مش بعرف أمسكه مش بعرف أتعامل معاه وشايفني في الآخر كله يعني محصور ونهايته فإن السكر بداية الشكل فمش محتاج إن أنا أتعب نفس البصامة وأعمل أحجام مختلفة بصوا هنا كل حجم شكل واحد وشكل متناسق وجميل سبتوا بالضبط ساعة وابتديت إن أنا أسويه طيب تعالوا بنا نتكلم عن التسوية التسوية بتاعتي أنا فتح الفرن بتاعتي على درجة حرارة 240 لمدة 10 دقيقة أول ما دخلت الصاج هديت الفرن على درجة حرارة 200 بياخد قد إيه كل فرن على حسب التاني يعني على حسب شدة الفرن بتاعتك أنا الفرن بتاعتي أخد معي حوالي ربع ساعة تمام ممكن يقعد تلت ساعة تابعي الفرن بتاعتك أو متلاقي الجناب كلها لونت خلاص هو ده السوى المزبوط تمام كده هو؟ طيب هكلمك عن التسوية تاني في حاجة لإني إنتي لما تحطي لدرجة الحرارة 180 لو إنتي مش عاملة بملبن لكن لو إنتي عاملة بملبن لازم تعملي درجة حرارة عالية علشان الوش بتاعه ما يشققش ما يفرقعش الملبن بتاعك تمام؟ دخليه فرن عالية هيستوى معاك بسرعة ويفضل محتفظ بشكله شايفين شكله عامل إزاي؟ ما شاء الله كمية كبيرة وريحة حلوة وحاجة نظيفة وصدقيني النتيجة هتعجبك امشي بنفس الخطوات هتلاقي مفيش أسهل منه طيب بالنسبة بقى للتعبية والتغليف هنعمل إيه هي بقى؟ هنبتدي نجيب أي علبة بلاستيك ونفرش كيس صندوشيات نفتحه ونفرشه علشان استامنا متحنش على بعضيها وينعم معاكي تمام؟ هبتدي أن أنا أرص كل العلب بتاعك بنفس الطريقة وتعالوا بقى نشوف الشكل النهائي ونقدم ونختم حلقتنا عاوز أقول لكم إن أنا عملت الكحك ده مقدارين يعني أنا خبست معاكم مقدار وخلصته وبعد كده فصلت التصوير وريحت شوية وصهرت بالليل على مقدار تاني يعني أنا الكيمية دي مقدارين مش مقدار واحد ولكن أنا حبيت أشارك معاكم عشان ما لغبكوش مقدار مقدار يعني كل مرة في القناة عندي بشارك المقدار كامل متكامل فإنتوا بتطلع باتوا فبتيجوا تسألوني عن مقدير كيلو أنا دلوقتي خبزة 2 كيلو كنت الأول معاكم في التصوير ولما خبست الـ 2 كيلو كنت بكلمكم على إنه كيلو واحد لكن هو مقدار 2 كيلو شايفين تعالوا بقى نشوف من جوا المال بنا عامل إزاي النعومة بتاعته عاملة إزاي أنا كنت عاوزة نعمه دايب كده في نفسه عشان كده حطيت على الـ 2 كيلو كبات حليب بصوا عادي التصوير وتعالوا نشوف بصوا خرافي مسك نفسه دايب في نفس الوقت حاجة كده تحفظ هبتجي بقى إن أنا أقدمه أحط سكر بودر ضربة سكر معي من قبل مبدأ نواعي من عيد علشان هيريحني لو حبيت مثلا في وصفة الـ بتيفور أحط حاجة في الغريبة يبقى معي المكونات المضروبة كاملة ما كركبش موعين حوالي دي أول حاجة بدأتي بها إني جهزت علبة مليانة سكر بودرة بصوا بقى أنا عندي هنا جايبة العلب دي علشان أهادي بها حبيب زي ما قلت لكم في العيد هتدي بس الأول إن أنا أجيب أولب الكوب كيك وأغلب فيها علشان هي بدل ما القعدة بتاعت العلبة تاخد السمنة بتاعتي لأ يبقى السمنة كلها جوة القلب بتاع الكوب كيك شايفين شكلها كمان شيك إزاي الشكل الثاني دي مختلف في التقديم أنا حبة جدا 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 إن أنا أصور وأقدم حاجة بشكل حلو يا رب النهاية والتقديم النهائي بتاع كل الحلقة اللي هو التقديم الكامل بتاع يوم العيد هنشوف مع بعض إن شاء الله إذا كان في القناة أو إذا كان على طرف حيات الشخصية هنشوفه كامل متكامل إن شاء الله يكون النسيجة حلوة والشكل مردي وعجبكم دورت كتير جدا على الأولب بتاعت الكوب كيك دي حجم أصغر من كده للبيتفورج ولكن ما لقيتش لو تعرفوا أماكن اكتبولي في كومنتات أو بعتولي لينك على الخاص للأماكن اللي بيبيع الأولب دي دي العلبة اللي أنا بستخدمها وينوية أهادي بها حبيبي في العيد فحبيت إن أنا أختم الحلقة وأوريكم الشكل فيها ولكن أنا ما خليتش الكحك في نفس الشكل كده أنا بس بوريكم لو هو مشروع عاوزة تعملينه في البيت لو عاوزة هادي حد من حبيبك هي دي الشياكة في التقديم يعني أنا بحاول أعرض عليكم شوية حاجات وأختم الحلقة بشكل إلي بيكم زي ما إحنا شايفين كده وقت تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي ما شاء الله كمية حلوة جدا والنتيجة حلوة جدا 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 قلي جدا من هنا للصبح يعني أنا مش عايزة أفور ولكن فعلا أنا أنا من جواي حاس أن أنا بعمل حاجة حلوة جدا لأن كل اللي حواليه ما حدش اختلف عن الكحك بتاعي دي كده كمية بتاعتي ورغبت هنا تكون خلصت حلقاتي يا ربا كون ديفا خفيفة لقلكم كون نستمتعتوا معي في فيديو النهاردة لو صلت معي اللي جات هنا وليسا ما حطيش لايك للفيديو حطي لايك للفيديو عشان تعالي نستوى الفيديو بتاعي ولو لسا مش من وراء نشارك في القناة واشتركي في القناة وفعالي زر الجرس عشان نسألك كل حلقاتنا واعملي عيد الفترة الجاي هنعمل صبلية هنعمل بتيفور هنعمل غريبة هنعمل رئيش هنعمل الفايش هنعمل حاجات كتيرة حلوة جدا يا ربا كون عند حسن ظنكم وكون كل طرق سهلة وبسيطة على قلوبكم لو اتجربت وحاجة ارجعوا لي في كومنتات وقول لي رأيكم فيها عشان شجعوا غيركم ببين انت حابة تعملي في نص المقدار تجربي مش هتندمي لو عملت حتى المقدار كامل تسبح على الف خير وكل سنة وانت